عبر الهاتف العقيد عبد الرحمن جلول مدير الحباية المدنية لولاية بشار صباحك سعيد سيدي صباح نور نعم مش عيدين قلت معك نعم في البداية يعني هناك طفل في عداد المفقودين بولاية بشار جراء فيضان واد ملياس ببني وني في البداية ما هي حصيلة تدخلكم أمس يعني بعد الفيضانات التي سجلتها الولاية تفضل شكرا سجلت مصرحين مع مدينة هذه اليومين الأخيرين تدخلت تعديدا من جراء فيضان ويديان حيث تسجيل فيضان ويديان على مساوى ولاية بشار بمدينة بشار وكذلك بتعطي فيضان واد على مساوى العبادلة وكذلك الحدود ما بين الولاية بشار وتمزوف على مساوى واد والدورة كما سجلت نصريحين ذلك حافق دام قفل يبلغ من عمر سبع سنوات حيث تم تسجيل على الساعة ثامينة صباحا تدخلت نصريحين من أجل البحث عنه عبر الواد وإلى غاية هذه اللحظة نحن نقوم بالبحث كما تم تدعمينا من طرف العناصر من ولاية من ولاية سليمسان وكذلك المحامة من أجل تدخل وكأسعمال كلاد من تربين من أجل بحث عنه إن شاء الله لم تحطوا يعني الأسباب الحقيقية وراء هذه الأمطار التي غمرت بعض الشوارع والطرق هل هي انسداد لبعض البلعات أو إلى ما يعني ترجعون الأمر بالضبط هي من جراء التساقطة الكبيرة في خلال ساعة حيث سجلنا التساقط كبير بلغ 40 مليمتر خلال ساعتين فقط هذا ما سبب فيه فيضان هذه الويديان التي غمرت بعض الأحياء وبعض طرقها نعم كيف كانت عملية امتصاص المياه كيف كان مخططكم الخاص بالنسبة لهذه الفيضانات منذ دستيل تساقطت الأولى تدخلت مصاريحنا من أجل انكصاص المياه خاصة على مستوى مردين بإنه والنيف لحيث تدخلنا على مستوى 40 مردين منزل من أجل انكصاص الأمطار وكذلك فتح بعض المنافع من أجل تسره بالمياه الذي كان مربع طرقات نعم مصالح الأرصاد الجوية تتوقع عودة الاطلاب الجوي أمطار ربما 60 ميليمتر كيف سوف تعملون على امتصاص هذه المياه معروف أن امطار الخريف يعني أدير كوارث كثيرة يعني ما هو مخططكم مخطط لا يتمثل في امتصاص وإنما في أخوة الحيطة والحضر أولا من طرف المناطنين عدم مخاطرة ومجسفة وكذلك من خلال تدخلات في مناطق محددة من أجل فتح منافع مع مصالح الأخرى كالأشغال العمومية مصالح المياه وكذلك المصالح البلدية وهذا بتضافر جميع الجهود من أجل تدخل إن شاء الله ومن أجل سلامة المواطنين كما نطلب أن المواطنين لا يجازفون خاصة بسير عبر طرقات التي تكون يعني تكون مغمورة بالمياه وكذلك الأطفال الذين لا يخرجون وحدهم في هذه المناطق التي يغمر عن مياه نعم شكرا لك العقيد عبد الرحمن جلول مدير الحماية المدنية لولاية بشار على كل هذه التوضيحات